أقيم في منطقة زي في محافظة البلقاء مهرجان مسرح دمى الشارع الأول من نوعه في الأردن والذي يهدف إلى مناصرة حقوق الطفل ضمن مشروع يستهدف ثلاث مناطق أخرى هي جرش الزرقاء وعمان بتنفيذ جمعية نساء للتنمية الثقافية نماء وبدعم من بعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن وبالتعاون مع بلدية الصلط الكبرى ومنطقة زي ومنتدى زي الثقافي أقيم مهرجان مسرح دمى الشارع الأول في منطقة زي هاي المشروع هو عبارة عن حركة لدعم الأطفال وحقوقهم والتوعية بكيف الطفل لازم يكون عايش موجه طبعا للأطفال ولا الأهالي ولا المدارس بشكل أوسع احنا بنشوف الأردن أنه احنا كتير محتاجين لتوعية بحقوق الأطفال محتاجين كمان للتوعية بأهمية مسرح الدمى فعالية اليوم أيضا هي من أجل توعية أبناء المنطقة والأطفال على معرفة حقوقهم وإيصالها للمسؤولين وأصحاب القرار من أجل توفير الحماية ومن أجل توفير التعليم والتمتع بحق الطفولة وواجبات الطفولة المطلوبة عروض لمسرح الدمى وفعاليات متنوعة جاءت ضمن مشروع تحريك لمناصرة حقوق الطفل والذي ينفذ من قبل الجمعية في أربع محافظات هي البلقاء وجرش والزرقاء وعمان المشروع يستهدف 800 طفل وطفلة لتدريبهم على إنتاج واستخدام الدمى المتحركة وعلى كيفية سرد قصصهم الخاصة من خلال الدمى إضافة إلى التدريب على إنتاج الأفلام التوثيقية لعمل المسرحيات والتدريبات وتصوير وتوثيق أعمال الأطفال اشتركوا في القناة